تعيين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لصهره جاريت كوشنر في منصب كبير مستشار البيت الأبيض قبل بداية تأكيد تعيين سبعة من مرشح الرئيس المنتخب في مناصب وزارية أثار جدلاً في الأوساط السياسية كون كوشنر لم يسبق له أن مارس العمل السياسي ومن العائلة لكنه لم يصرف الأنظار عن الجدل الآخر الذي يثيره بعض مرشح ترامب للمناصب الحساسة في إدارته والتي تتطلب موافقة الكونغرس لكن الرئيس المنتخب لم يبدي رغم ذلك قلقاً من عدم نجاحهم في اجتياز اختبار الكونغرس أعتقد أنهم سينجحون جميعاً في اجتياز الترشح الديمقراطيون طلبوا بعدم التصرع في جلسات التأكيد المقررة أن تبدأ اليوم مع مرشح ترامب لمنصب وزير العدل جيف سيشنز وأكدوا أن الوضع يختلف عما كان عليه وقت تولي مرشح أوباما نفس المناصب كانت كل أوراقهم متوفرة وتنطبق عليها كل القواعد لكن هؤلاء المرشحين لا ينطبق عليهم هذا الوصف الجمهوريون من جهتهم أكدوا على المضي في بدء جلسات التأكيد وأن الأمور تسير بسلاسة سيتم تأكيد الثقة في الجميع كما جرى في الماضي وآملوا أن يجري بالفعل اختيار ستة أو سبعة مرشحين خاصة فريق الأمن القومي لتسلم مهامهم ابتداء من اليوم الأول ورغم علامات الاستفهام التي أحاطت بالتعيين الأخير لكوشنر فإن صهر ترامب الذي لم يتجاوز عمره ستة وثلاثين عاما حاز بدوره على ثقة الرئيس المنتخب الذي أكد على كفاءته ليصير بتعيينه في هذا المنصب داخل الدائرة المقربة من الرئيس المقبل والتي تضم إليه كل من ستيف بانان المستشار الاستراتيجي للرئيس ورينس بريبس كبير موظف البيت الأبيض ويرى مراقبون أن كوشنر الذي يعمل بالأساس في مجال العقارات سيكون له دور بارز في تحديد سياسة البيت الأبيض فيما يتصل بالعديد من الملفات لا سيما العلاقات الدولية والتجارية إذ كان بحكم الثقة الكبيرة التي أولاها له الرئيس المنتخب أحد أمرز أعضاء الفريق الانتقالي لترامب فيما يتصل بملف الاتصال بالحكومات الأجنبية سواء إسرائيل أو المملكة المتحدة التي زارها الأسبوع الماضي شكرا